اتق الله أيها الزوج إن كنت تسمعون اتق الله لا يحل لك أن تروع امرأة النبي عليه الصلاة والسلام قال من روع هذه في ابنها طائر وجده النبي عليه الصلاة والسلام يرتعش طائر قالوا هذه لأن صغيرتها والله شواشيو لمعاها ولا زرازير لمعاها كانوا دوم يعني اخدوهم طيروهم من العش فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رحيم بأمته النبي يحب الرفق في كل شيء أطلع من الموضوع والوسواس اللي فراسك طلع تقول لي هذه صفتها كذا ولا دارت لي كذا ولا عملت لي كذا والله ما يشمر بيها الأولاد والله ما تدير ليس سبل سبل وتبعد تصب وتحط هي أمهم وهي أرفق بهم منك فينبغي عليك أن تتوب لله عز وجل وأن ترفق بهذه الأم وأن تمكنها من رؤية أولادها ومن زيارتها راه العمر أقصر مما تتصور العمر عمرك أقصر مما تتصور لا تذل عباد الله المرأة هذه لما كانت زوجتيك تحافظ عليها والآن لما انفصلت عنك لا تذلها ولا تظلمها هذا لا يجوز الظلم حرام بجميع أنواع فكيف بالأم على أولادها تفزعها في أولادها هذه رأي رعاش الأم أمر عظيم أمر عظيم مش زي أي معناها رعاش ثاني فاتق الله ومكن هذه الأم يا أيها الرجل من أولادها